السلام عليكم طبعا مع منح حضر التجول صار عندنا وقت فراغي فحبيت اركب طاقة شمسية للجيب بحيث تشحن الاجهزة اللي شغال على البطارية الثانية الاضافية تشحنها 24 ساعة وما في مشاكل طبعا اللوحة طلبناه من موقع سوق كوم ومنظم الطاقة الشمسية ومنظم الكهرباء هذا طلب معه وصلك 5 ملي طبعا ضروري جدا فواصل كهربائية بفيوز هذا فاصل جوا يكون الفيوز فيه طبعا الفيوز 20 ملي طبعا تمديد مخفي ان شاء الله طبعا ثبتنا منظم هنا قدام تحت رجلين الراكب طبعا اي سلك موجب نحط له فيوز هذه الفيوز قوته 20 امبير كبير ما لقينا يعني مفروض نحط 10 امبير و برضو لوحة الطاقة الشمسية سلك الموجب نحط له فيوز 10 امبير ضروري جدا الفيوز لأي تسليك تركبه يعني لا قدر الله لو صار شي ولا حاجة يحترق الفيوز ولا تحترق السيارة الحمد لله ما شاء الله تبارك الله هذا الجهاز شغال زي ما انتم شايفين فوق اللي هي الطاقة الشمسية واللي تحتها البطارية قوتها 12.3 الآن وتحت اللامبة اذا تبي تسحب سلك لمبة لان في مجال معاكنك تسحب سلك لمبة خارجية من هنا شايف هنا سلك سالب موجب لللمبة طبعا زي ما قلت لكم هذا الفيوز للموجب للطاقة الشمسية وركبت برضو فيوز البطارية والحمد لله امورنا تمام الى الان ان شاء الله بس عد باقي اللوحة ثبتوا ما ثبتوا الى الان لا صراحة المنظم فيه اربع مداخل يوسبي اشوف ما شاء الله القراءة الطاقة الشمسية ثلاثة وعشرين فاصلة خمسة فولت كل ما لا تقوي طبعا الان الصباح نشوف واعد في الظهر كيف باقعد علينا اللوح ما ثبتوا الى الان يحتاج طريقة تثبيت او ان يركب سلة وثبتها طبعا الزر هذا لتحويل قراءة اللوح الشمسي من فولت الى امبير اذا نشايف الان يعطيناك بالامبير الرجعة للفولت وهذا تقفيل الجهاز مرة واحدة يعني قفل الجهاز يبطر يشحن طبعا الان في الليل نبي شوف القراءة كم معطيناه الجهاز طبعا الطاقة الشمسية صفر معطيناه والبطارية 11.3 صباح الخير نشوف قراءة المنظم طبعا من الالواح الشمسية 14.4 والبطارية 10.7 والان الصباح ما طلعت الشمس الى الان والثلاجة شغالة من امس الظهر طبعا الآن الساعة 11 صباح نبي نشوف القراءة كم هل جهازنا بدي يشحن بطارية ام لا البطارية الان 11.4 بده يشحن الحمدلله والقراءة للوح 22.7 تثبيت اللوح تثبيت له توليف قاعدة له براغي ثبتناها على السلة وهذا الشكل الاخير الذي ثابت الآن باربع براغي كما ترى تثبيت